اخيرا ارتفع الصوت السياسي للأحزاب السياسية وغالبا ما يرتفع صوت الأحزاب في الوقت بدل الضائع عندما يضيع الجمل بما حمل كما تقول امثال العرب فعندما ضاعت السياسة منذ الانقلاب والاشتياح والحرب عادت كظاهرة صوتية من جديد بيان جديد للحزب الناصري يلقي ورقة في طاولة الشرعية حمل العديد من المضامين من بينها الحديث عن الشراكة كلافتة للمحاصصة وأزاح الستارة عن أزمة الثقة داخل مكونات الشرعية بحسب متابعين فإن الأحزاب السياسية البعيدة عن الواقع والجماهير جعلت تعز جزءا من صراعها واستخدمت المواطنين وقودا لصراعها وتهافتها على الوظيفة العامة وفتات سلطة مبعثرة تتعثر كل ما تعثر حضور الدولة لا يبدو المشهد الحزبي في اليمن على ما يرام منذ الانقلاب على العملية السياسية بالعملية المسلحة التي ضربت العمل الحزبي وحولته من عمل حزبي عاجز وفاشل إلى عمل حزبي مشلول وخارج الفاعلية السياسية بيان الحزب دعا أيضا إلى تشكيل حكومة مصغرة والالتزام بالشراكة والتوافق وقال إن إطالة أمد الحرب حولها إلى تصفية حسابات بين أطراف الصراع وفرض إرادات وهو ما يعده متابعون بداية لارتفاع الصوت الخافت للأحزاب السياسية أشار البيان بشكل بالغ الوضوح إلى ضرورة تسليم سلاح ميليشيا الإنقلاب والانتحاب من المدن كأساس للحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث قائلا إن أي حل سلمي لا يرتكز على أساس تسليم السلاح والانتحاب من المدن والمؤسسات المستولى عليها لن يكون سوى هدنة مؤقتة واستعداد لجولات جديدة من الحرب أعنف وأشد فهل يفتح بيان الحزب الناصري نافذة لتصحيح اختلالات الرفاعة السياسية للشرعية أم أن البيانة يندرج ضمن الأصوات الموسمية التي ترتفع في الاجتماعات الدورية للهيئات الحزبية لتسجل موقفا صوتيا أو بيانا مكتوبا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر